موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم مشاهديا كرام وحلقة جديدة من برنامجكم بين الثنايا الذي خصصناه هذا اليوم للكلمة المهمة برمز الشرعية الفلسطينية لكلمة الحق والقوة التي ألقاها السيد الرئيس محمود عباس فخامت الرئيس محمود عباس قبل أكثر من ساعة ونصف تقريبا في مجلس الأمن الدولي والتي أكد فيها حق الشعب الفلسطيني في قامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصماتها القدس الشرقية وفند فيها الروايات الإسرائيلية وغير المنطقية وغير المتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية وقال السيد الرئيس وأكد في كلمته بأنه لم يعد الأمريكي الوسيط النزيه وأنما يجب أن يكون هناك شريك للأمريكي في عملية السلام للحديث حول خطاب فخامة الرئيس محمود عباس أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت قبل أكثر من ساعة كما قلنا يسعدني عن الصديق معي هنا في الستوديو دكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أهلا وسهلا بك دكتور فايز أهلا بك أخيرا إذن دكتور يعني كما تابعنا وتابع الشعب الفلسطيني وربما غالبية العالم عربي وإسلامي ودولي الكلمة المهمة والخطابة المهمة للسيد الرئيس في مجلس الأمن والتي ركز فيها كما قلنا على عدة قضايا أهمها حق شعبنا في إقامة دورة الفلسطينية المستكلة وعاصمتها القدس الشريف والجديد هو طرح مبادرة فلسطينية كما تابعتم برأيك كيف وجدت كلمة السيد الرئيس دكتور يعني مرة أخرى مساء الخير أخي رأفت لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان السيد الرئيس اليوم أعتقد جازما أنه وضع المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن وهو يعتبر أعلى هيئة دولية في أعلى منظمة دولية وهي الأمم المتحدة وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية وأشار في سياق تاريخي للقضية الفلسطينية ولمن يتحمل المسؤولية عن نقبة التي أحلت بالشعب الفلسطيني وبالتالي اليوم صوت فلسطين وهنا تكمن أهمية هذه الكلمة للسيد الرئيس محمود عباس بأن صوت الشعب الفلسطيني اليوم بعد أن صدح في كل المنابر ليعبر عن رفضه لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لإسرائيل والتي تجاوزت خطوط حمراء للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية القدس وقضية اللاجئين آن الأوان اليوم أن يصدح صوت فلسطين صوت السيد الرئيس محمود عباس من على أعلى منبر دولي وكانت هذه الكلمة الهمة وأنا أعتقد تكمن أهمية هذه الكلمة في أن الرئيس محمود عباس وضع العالم بالفعل أمام مسؤولياته من خلال المبادرة التي قدمها والسياق التاريخي الذي قدمه الخاص بالقضية الفلسطينية والمبادرة المتكاملة التي تؤكد على أمرين أن الشعب الفلسطيني جاهز للتسوية السلمية جاهز للمفاوضات جاهز لحلول ولكنه في كل الأحوال بالضبط وهذا أنا ما قصدته ولكنه في كل الأحوال أيضا هو جاهز لهذه الحلول على أرضية قرارات الشرعية الدولية ولذلك نخاطبكم من مقر الشرعية الدولية من مكمن الشرعية الدولية مجلس الأمن والجمعية العامة وهيئة الأمم المتحدة هذه الشرعية الدولية التي جئنا لنقول لكم أننا جاهزون للالتزام بكل قراراتها فنعتقد أن هذه الكلمة سيكون لها ما لها وسيكون لها ما بعدها أيضا سيما كما قلت أنها تضع العالم أمام مسؤولياته أنها تقدم مبادرة واضحة المعالم للوصول إلى تسوية سلمية تضمن السلم والاستقرار الدولي بالدرجة الأساسية من خلال إنهاء الصراع العرب الإسرائيلي الذي لطالما على مدار أكثر من سبعين عام كان له تأثير كبير على مجريات الاستقرار والسلم والأمن في العالم كله وبالتالي هذه فرصة للعالم أن يلتقطها ليعيد تصحيح المصار الذي خلينا نقول بشكل واضح وصريح حادة عن الطريق الصواب الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية من خلال هذا الانحياز الفاضح والظالم لدولة الاحتلال وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني هذه فرصة قدمها السيد الرئيس محمود عباس للعالم نأمل أن يلتقطها وأن تسير الأمور بالطريقة التي تضمن وتكفل للجميع أن يعيش في أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة دكتوري يعني بعد هذه القراءة السريعة لكلمة السيد الرئيس أو خطاب السيد الرئيس يعني سأبدأ حواري ربما من آخر جملة قالها السيد الرئيس ولها دلالات ومغزى كبير لمن كان يسمع ولمن لديه عقل يفهم السيد الرئيس قال ساعدونا على أنفسنا على أن لا نقترف هكذا قال شيئا لا يرضينا ولا يرضيكم ولا يرضي العالم سنسمع هذه الكلمة ثم سأعود إليك أنتم أيها السيدات والسادة قمة الهرم أعلى نقطة يلجأ إليها الحالة وبعدكم ليس إلا صدرة المنتهى فوق بعيد من درستان واليوم لقيامة فإذا لم يتم إنصافنا هنا إلى إين نتعب نرجوكم 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 ساعدونا على أن ساعدونا من أنفسنا على أن لا نقترف شيئا لا يرضينا ولا يرضيكم ولا يرضي العالم والسلام عليكم دكتور ماذا أراد أن يقول السيد الرئيس يعني شوف السيد الرئيس مثل صوت العقل وصوت الحكمة على مدار سنوات وعقود قادة بها العملية السياسية الفلسطينية ويقود منذ ما يزيد على الأقد دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بهذا التوازن بهذه العكمة بهذه السياسة ولكن في ظل إدارة الظهر من المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني أنا أعتقد كلام السيد الرئيس واضح هو ليس تهديدا ولكن يقول بشكل واضح قد يحدث ما لا يعجبكم ولا يعجبنا ولا يرضينا ولا ترغمون على ذلك كما قال ياسر عرفات جئتكم وغصن زيتون بيدي فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي وبالتالي هذه نفس العبارات نفس الكلمات ولكن بمضامين وبجمل وبمفردات مختلفة لا تفرض علينا أن نسير في طريق لا نرضاها الشعب الفلسطيني اختار طريق السلام وصولا لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف السيد الرئيس أراد أن يذكر العالم بأنه ممكن أن يحدث شيء خارج عن الإرادة كون أن السيد الرئيس يمثل رأس الهرم السياسي الفلسطيني وهو يؤمن بالمفاوضات يؤمن بالحل السلمي ويريدها طريقا للوصول إلى الحقوق الفلسطينية ولكن لا ترغموا شعبنا على أن يتصرف بطريقة لا تحقق ما يريده العالم أو لا ترضي هذا العالم وأنا مرة أخرى أريد أن أقول وكأني بالسيد الرئيس يقول أن الأمن والاستقرار والسلام إذا ما أريد له أن يتحقق في العالم فيجب أن يتحقق من خلال تحقيق الأمن والاستقرار والسلام أيضا للشعب الفلسطيني لا نقبل أن يستمر حال شعبنا الفلسطيني على هذا الحال لا أمن ولا استقرار في المنطقة وبالتالي كيف نقبل أن يعيش العالم كله بأمن وسلام وشعبنا لا يعيش بأمن وسلام كيف نقبل أن تعيش دولة الاحتلال بأمن وسلام وشعبنا لا يعيش بأمن وسلام وبالتالي هذه المنظمة الدولية التي هي أعلى هرم دولي كما قال السيد الرئيس محمود عباس كما تريد الأمن والاستقرار لإسرائيل وتريد الأمن والاستقرار للعالم يجب أن تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني وأنا أعتقد هذه الرسالة التي قتم بها السيد الرئيس محمود عباس كلمته رسالة واضحة ولذلك نقول على العالم أن يلتقطها لأن القضية الفلسطينية كانت دائما عامل تفجير في العالم وبالتالي لا يجوز أن نجعل أي جهة أو أي طرف من الأطراف أن يستغل هذه القضية التي نعتبرها قضية مقدسة ويجب أن تساهم شعبنا اليوم شعب يعني عبر على مدار سنوات طويلة عن رغبته بالسلام شعب ينشر ثقافة السلام ينبذ ثقافة الإرهاب وبالتالي على العالم أن يحتضن هذا الشعب وأن لا يدفع الشعب للقيام بأي عمل يؤثر على الأمن والاستقرار في العالم وأنا أعتقد جازما أن السياسة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية هي التي من سيدفع المجتمع وسيدفع العالم ليدفع فاتورة هذا التطرف الذي تسعى له إدارة ترامب والتي تسعى له الحكومة الإسرائيلية بقيادة هذا اليمين المتطرف في إسرائيل وعلى رأسه بن يمين نتنيا دكتور حقيقة وهذه لن نصدر أن نخفيها خطاب السيد الرئيس كله مهم وكان العديد من النقاط التي تستحق أن نناقشها باستفادة ولكن وقتنا محدود فاخترنا بعض النقاط التي ركز عليها السيد الرئيس أو نحن الذين ركزنا عليها السيد الرئيس قال في كلمته نحن في حل من أي حل لا يأتينا عبر الشرعية الدولية وقالها حرفيا أي حل يأتينا مخالفا للشرعية الدولية سوف نرفضه هذا ما قال السيد الرئيس حرفيا ألا تستحق هذه الجملة دكتور ألا تستحق هذه الجملة أن يضع العالم تحتها ألف خط ألا تعد هذه الكلمة وحدها كافية عن كل الكلام بالتأكيد إحنا ناس ملتزمين بالشرعية وبالقانون إحنا وين مصدر قوتنا ومصدر قوة المنطق الذي يتحدث به الرئيس محمود عبد أنه يتمسك بقرارات الشرعية الدولية إحنا لا نطلب أكثر من قرارات الشرعية الدولية بل أقول لك وبشكل أقل من قرارات الشرعية الدولية قرار 181 اللي لم يطبق حتى الآن يعطينا أكثر مما نطلب نحن اليوم احنا نطلب اليوم دولة على حدود الرابع من حزيران وبالتالي احنا رايحين نتحدث في قرارات الشرعية الدولية هذه المفردة استخدمها سيد الرئيس محمود عباس في أول لقاء بينه وبين الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال انه هو يخطط ليعرض صفقة صفقة اسمها صفقة القرن أو صفقة العصر فقال له السيد الرئيس حتى لا يبدو الأمر وكأننا لا نريد حلول احنا بصراحة مش متوسمين القير من الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم نكن مستعجلين على أن نقول لها ذلك انتظرنا ولكن في حين الرئيس محمود عباس سمع الرئيس ترامب تلينتين قال له احنا مع أي صفقة لكن على أساس قرارات الشرعية الدولية بهذه الكلمات الواضحة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وكأن السيد الرئيس محمود عباس يقول أننا لن نفرط بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني رغم كل الضغط ورغم كل التهديد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية بحق القيادة السياسية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها وقف المساعدات عن اللاجئين وبالتالي يعني اهدار قضية اللاجئين أو تجاوز قضية اللاجئين والتخطيط لإنهاءها أو إنزالها عن الطاولة كما يسعى أو يخطط إلى ذلك فيما يتعلق بموضوع القدس كل ذلك لن يثني قيادة الشعب الفلسطيني ولا الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه الوطنية الثابتة أنا أعتقد هذه رسائل واضحة استمع إليها العالم نحن قلاب سلام ولكننا لسنا يعني ممن يتنازل عن هذه الحقوق الثابتة لشعبنا شعبنا قدم التضحيات شعبنا قدم كل ما يستطيع من أجل أن يعيش في وطن بأمن وسلام واستقرار وبكرامة مثله مثل باقي شعوب العالم ويجب أن تتاح له الفرصة لذلك لن نساوم على حقوق شعبنا بكل أموال الدنيا لن نساوم على حقوق شعبنا مهما مارست الولايات المتحدة الأمريكية من تهديدات وأنا أعتقد أنه إحنا مش في محل الاختبار من حد مطلقا إحنا القيادة السياسية الوطنية في كل الاختبارات نجحت في تمثيل شعبنا نجحت في التمسك بحقوق شعبنا قد يلومنا البعض بأنه إحنا يعني لا ندخل في مواجهات ساخنة أحيانا ولكننا نزن الأمور بميزان من ذهب لنحقق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ونتمكن من الوصول بشعبنا الفلسطيني إلى بر الأمان بعيد عن المغامرات بعيد عن المجاسفات وبكل الطرق التي من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية العليا لشعبنا نعم طيب دكتور المندوب الروسي في كلمته شكر مجلس الأمن على سماحه لسيد الرئيس بأن نلقي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي وقال أن أشكركم فخامة رئيس دولة فلسطين بالنص هكذا قالنا أشكركم وانتقد قرار الترامب واعتبر أن هذا القرار أجل العنفة في المنطقة برأيه الدكتور ما أهمية هذا الموقف الروسي بعدما سمعه أيضا السيد الرئيس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قبل أيام الذي زار موسكو قبل حيث زار السيد الرئيس موسكو قبل أيام وقبل توجهه إلى مجلس الأمن يعني روسيا اليوم لاعب رئيسي في الشرق الأوسط وفي العالم وفي المنطقة وفي كل مكان وبالتالي أنا أعتقد أن هذا موقف مهم للقيادة الروسية عبر عنه شوف كمان القيادة الفلسطينية حريصة بشكل دائم على تنسيق مواقفها مع كل الأطراف الدولية بما في ذلك روسيا الاتحادية وأنا أعتقد قبل أيام انتهت زيارة سيد الرئيس محمود عباس إلى روسيا لتنسيق كافة المواقف السياسية هناك انسجام إلى حد كبير في المواقف السياسية التي تطرحها روسيا اتجاه القضية الفلسطينية وموقف القيادة السياسية الفلسطينية ولذلك هذا يشجعنا هذه المواقف الدولية تشجعنا على الاستمرار في هذا النهج على التمسك من حقوقنا أيضا ونحن نأمل من المجموعة الدولية سيما بريطانيا التي كانت سبب رئيسي كما أشار سيد الرئيس محمود عباس في نكبة الشعب الفلسطيني وفي هذه النكبة وهذا اللجوء الذي حل بشعبنا الفلسطيني وفي وعد بالفور الذي أسس لإقامة أو أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وكان التمهيد لإقامة وطن على أرض فلسطين على أنقاض الشعب الفلسطيني لمن لا يملك هذه الأرض أنا أعتقد أن الأوان أن تعتذر بريطانيا وأن تعترف بدولة فلسطين وأن تكفر عن خطيئتها الكبرى وبالتالي نأمل أن يكون الموقف الروسي يعني بارقة أمل أمام الدول الأخرى للاعتراف بدولة فلسطين وزي ما حكى السيد الرئيس محمود عباس العام 2018 سيكون عام الجهود كل الجهود من أجل إنجاز الاعتراف الكامل بدولة فلسطين اللي حرمتنا منه للأسف الشديد الفيتو الأمريكي والمعارضة الأمريكية والتهديدات الأمريكية لدول العالم حتى لا تعترف بنا ولكننا لن نكن ولن نمل وسنواصل جهود هذا السياق دكتور يعني جميع الكلمات كانت قبل قليل في مجلس الأمن كانت يعني تثني على كمة السيد الرئيس وعلى حق الشعب الفلسطيني في قامة دولته وأونيل حقوقه لم يتعارض مع ذلك إلا المندوبين الأمريكي والإسرائيلي حتى أن المندوب الإسرائيلي ذلك الأبله يعني قال بأن السيد الرئيس محمود عباس وقف إلى جانب الشهيد الرئيس ياسر عرفات عندما رفض ما طرحه باراك في كام ديفيد وأنه يعني هو شجع على أنه يشجع على الإرهاب ويشجع على الكراهية ويعني هل شاهدنا عزلة جديدة أمريكية إسرائيلية من العالم أجمع وهي مرة جديدة يشعر بها الأمريكي وإن قوتنا تكمن أنه بالفعل في أغلبية دولية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وإن كانت بعض الدول خاصة دول الأوروبية ومنها دول عظمى في مجلس الأمن زي بريطانيا وفرنسا أو حتى دولة زي ألمانيا يرفضوا الاعتراف بدولة فلسطين ليس لأنهم لا يريدوا دولة فلسطين ولكن هم حسب من وجهة نظرهم أنه لا يريدوا أن يكون هذا إضرار بمبدأ المفاوضات يريدوا أن تأتي هذه الدولة عن طريق المفاوضات وسيد الرئيس حكى بشكل واضح بأن هذا الاعتراف من جانبكم لا يضر بالمفاوضات بالعكس سيشجعنا أكثر على المفاوضات وعلى الحل السلمي وبالتالي مطلوب من دول العالم كلها بما في ذلك دول أوروبا كافة أن تعترف بالحق الفلسطيني وإحنا في خطوات سابقة عندما حدثت تصويت في مجلس الأمن قبل ذلك في موضوع الاستيطان في المرة قبل الأخيرة وكانت البيتو الأمريكي وحيدا معزول في مواجهة 14 صوت حتى عندما تم التصويت مؤخرا وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في آخر حقبة أوباما استطعنا أن نكسب الجولة وأصبح هذلك قرار دولي قرار أممي 2-3-3-4 بإدانة الاستيطان وتغيير الأمر الواقع في فلسطين وبالتالي أصبح هناك قوة دولية إلى جانب الحق الفلسطيني ولكن للأسف الشديد أن هناك بعض التلكؤ من بعض الدول التي لا زالت تحسب حساب إما للولايات المتحدة الأمريكية أو لإسرائيل ولكن في حقيقة الأمر سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة معزولة هزمت أكثر من مرة من خلال التصويت وآخرها كان في الجمعية العامة عندما تم التصويت بأغلبية 128 دولة ترفض المساس بالوضعية القانونية والشرعية والتاريخية للمدينة وهذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية بكات الرئيس محود عباس بالتأكيد هذا نجاح سيتواصل وأنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني الذي أبدع في هذه السياسة لكسب المجتمع الدولي وهذه تضحيات جسام على مدار عشرات السنوات ونحن ننسج هذه العلاقة من خلال الدبلوماسية الفلسطينية التي يعني يقودها اليوم السيد الرئيس محمود عباس وسبقه في ذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات أيضا الذي كان يصل الليل بالنهار من أجل أن يحقق هذه العلاقة المتوازنة مع المجتمع الدولي أنا أعتقد هذا نجاح كبير سنستمر فيه ولكن مرة أخرى سأعرج في حديثي على ما اختتم به السيد الرئيس محمود عباس أنه ليس هذا فقط ما يمكن أن يستمر عليه الشعب الفلسطيني لا تجعل الشعب الفلسطيني يذهب إلى خيارات أخرى لا ترضي العالم ولا تعجب العالم لا تضعونها في ساوية بالضبط مطلوب من العالم أن يلتفت إلى حقوق الشعب الفلسطيني أرضنا للأسف الشديد في الضفة الغربية تهود ويتم أسرلتها ويتم الاستيطان فيها والعالم ينظر ويتفرج في الوقت الذي ينادي العالم بحل الدولتين إسرائيل تكذم وتنهي حل الدولتين من خلال اللي هو استيلاءها على مزيد من الأراضي مقدساتنا تهود مقدساتنا تدنس نحن الشعب الفلسطيني أيضا في قطاع غزة حصار مطبق من كل الاتجاهات وحياة لم تعد يطيقها بشر وبالتالي هذا كله مطلوب من العالم أن يقف إلى جانبنا في مواجهة هذه السياسات الأمريكية هذه السياسات الاحتلالية والاستيطانية لحكومة بن يمين نتنياهو من أجل الضغط عليهم للقبول بالحل الذي يضمن للجميع أن يعيش بأمن وسلام وإلا لن يكون هنالك أمن أو سلام في المنطقة إلا من خلال القدس ومن خلال فلسطين والقدس دائما أخي رأفات كانت العنوان الأبرز للصراع العربي الإسرائيلي وهي كانت العنوان لكل الانتفاضات من ثورة البراق وحتى يومنا هذا لا يوجد يعني مرحلة من المراحل أو ثورة من الثورات أو انتفاضة من الانتفاضات ولم تكن القدس على رأس العنوان أو أبرز العنوان التي من أجلها كانت الانتفاضات والثورات وبالتالي المساس بالقدس خط أحمر المساس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني خط أحمر تجاوز حقوقنا وفي مقدمتها أيضا موضوع اللاجئين يعتبر خط أحمر وهذا كله يعني يؤكد بشكل أو بآخر أن الشعب الفلسطيني يقبل بالسلام ولكن على أرضية التمسك بحقوقه الوطنية الثابتة طيب دكتور وزير خارجية أمريكا تيلرسون زار المنطقة وطلع على ووجد على الوضع ووجد أرضية غير مريحة في أمام السياسة الأمريكية في جميع الدول التي زارها وهذه السياسة يعني وجد ذلك في مصر في تركيا في الأردن هذه السياسة المنحازة لإسرائيل وبشكل واضح من خلال خصوصا الإعلان الأخير عن القدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال دكتور يعني هو لاحظ أيضا كيف أن هذه السياسة الأمريكية كيف أضرت بالدومناسية الأمريكية في المنطقة وخربت علاقة الأمريكية بالعالم وهو مزيدا من العزلة كيف ترى ذلك؟ شوف موضوع القدس هو ليس موضوع فلسطيني بالمناسبة نحن رأس الحرب في ما يتعلق بكل القضية الوطنية الفلسطينية وفي موضوع القدس لكن اليوم أعتقد أن الرئيس تحدث عن 57 دولة أو 53 دولة عربية وإسلامية جاهزة للحل وجاهزة في حال إن حلت القضية ولا دولة من هذه الدول من الممكن وحتى ولو في الحلم أن تتفرط أو تتنازل عن ضرة من تراب القدس وإذا ما في أي قيادة سياسية لأي دولة من هذه الدول ممكن كيف ستستطيع أن تواجه شعوبها هذه الدول وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها دور في أي عملية تسوية في المستقبل ما لم تكن القدس مش على الطاولة هي العصب عصب المفاوضات وعصب الحل وبالتالي إحنا على قناعة راسخة بأنه قرار الرئيس ترامب الأخير هو أضرب المصالح الأمريكية وأيضا أضرب مصالح أسرعي من هذا المنطلق دكتور يعني كان بالإمكان أن يختصر أنا أدركني الوقت دكتور يعني من هذا المنطلق بأنه هذا القرار الأخير هل ترى بأنه ربما يؤدي إلى تصادم في الدبلوماسية الأمريكية بين وزارة الخارجية وبين البيت الأبيض نتيجة ما رأاه وزير خارجية أمريكا في المنطقة كثير من السياسيين هي في النهاية إدارة واحدة يمثلها الرئيس ترامب وأنت بتعرف النظام للأسف الشديد في الولايات المتحدة الأمريكية نظام رئاسي يعني الصبح يستطيع أن يخلع إدارته السيد الرئيس ترامب ويأتي بإدارة جديدة أو يغير ويبدل صلاحيات الرئيس وفقا للنظام الرئاسي وفق النظم الرئاسي المعمول بها في العالم يعني تعطي الرئيس صلاحيات تكاد تكون مطلقة في الولايات المتحدة الأمريكية أو صلاحيات واسعة نستطيع أن نقول ولكن هناك رأي من أحزاب سياسية من شخصيات أيضا سياسية وازنة وقديمة منها استمعنا إلى رأي جون كيري وزير الخارجية السابق كل هذا يتعارض ويتحدث عن الضرر الكبير الذي ألحقته الإدارة الحالية وقرار الرئيس ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بل بالعكس في منهم أن يقول انتظروا قليلا لن يكمل الرئيس ترامب فترة أو حقبت نظرا لما ألحقه من ضرر في صورة وشكل وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وأنا أعتقد وأتمنى ذلك حقيقة أن لا يكمل الرئيس ترامب حقبته وأن يسقط هذا الرئيس الذي أراد من يريد إسقاط القدس عن الطاولة يجب أن يسقط إن شاء الله والنصر حليف شعبنا ولا حل في المنطقة بدون القدس ويكون دولة فلسطينية ولا أمن ولا استقرار في العالم أيضا دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار دكتور بالعودة إلى كلمة مندوب دولة الاحتلال في مجلس الأمن هذا المندوب لم يجد شيئا يقوله إلا أن ينتقد وأن يوجه كيل من الاتهامات للسيد الرئيس كانت حججه واهية وباطلة ادعى بأن السيد الرئيس يدعو إلى الكراهية السيد الرئيس كان واضح في كلامه عندما قال بأنه لا عداء لنا مع اليهودية كديانة وأنما عداءنا مع الذين يحتلون أرضنا ويقتلون أطفالنا وينتهكون حرماتنا ويهدمون بيوتنا يعني ألا يحد ذلك أيضا يعني أو ما رأيت بما قاله مندوب إسرائيل أخير رافت بختصر لو عملنا تصويت بين كلمة الرئيس وبين كلمة مندوب إسرائيل أو بين كلمة فلسطين التي ألقاها السيد الرئيس معمودة وكلمة إسرائيل يعني مفهوم الأغلبية ويقفي حجم التأييد والتصفيق الذي أنهت يعني انتهت بكلمة سيد الرئيس هذا واضح حجم التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني ومع قضية الشعب الفلسطيني السياسة الواضحة التي يخاطب بها سيد الرئيس العالم لا أخلاقية ما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية هو لا أخلاقي ولا إنساني ومش سياسي كمان حتى اللي بيعمل سياسة ما بتصرف بهذه الطريقة نحن أمام رئيس يكاد يكون منحرف وإن كانوا الرؤساء السابقين لم يقدموا كل شيء بالتأكيد الرئيس ترامب لم يقدموا شيء للقضية الفلسطينية من الناحية العملية ولكن لم يكن بهذه الفجاجة وهذه الصفاقة اللي قدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الانحياز وهذا الاعتداء أولا على قرارات الشرعية الدولية قبل أن يكون على حقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي إسرائيل ليس أمامها خيار تريد أن تدافع عن نفسها للأسف الشديد أمام العالم لأن الرئيس حشرهم الرئيس أبو مازن حشرهم في الزاوية وبالتالي سبيل إلا أن وجه لهوا كين من الاتهامات ما عندوش رأيين ولا وجهين يتمسك بالسلام يتمسك بالمفاوضات يتمسك بقرارات الشرعية الدولية ماذا يريدون؟ مش معطيهم أي مبرر للتحريض ومع ذلك يحاولوا التحريض ولكن فشلين في مهمتهم لأن الرئيس أبو مازن يصعب عليهم عملية التحريض لأنه يتمسك بخط متزن ووازن وبحكمة غير متناهية حقيقة وفرت علينا الكثير من العناء في مواجهة إسرائيل وحشرت بل عزلت سياسة الاحتلال الإسرائيلي في زي وماذا تريد إسرائيل؟ يعني تريد من شعبنا الفلسطيني أن يصفق للاحتلال تريد مننا أن نطالب إسرائيل أن تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية نريد أن نبارك مثلا قرارات الإدارة الأمريكية وهي تتجاوز موضوع القدس وموضوع اللاجئين لا خيار أمامنا إلا أن نرفض هذه القرارات أن نقود كفاح شعبنا ونضاله العادل والمشروع حتى نصل إلى بر الأمان من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فقط أريد الإشارة إلى قريب القرب من نابلس اليوم قبل أيام وضعوا عليها بؤرة استيطانية اليوم شلوها هذه المقاومة الشعبية التي يمارسها الشعب الفلسطيني يجب أن تتصاعد في وجه الاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال وهذا الاستيطان يجب أن لا يبقى دون كلفة بمعنى يجب أن ينتهي ويجب أن يواجه لأنه مربط الفرس واستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هو الذي يمنع الحل هو الذي أوقف المفاوضات وأنا أعتقد أن وقف الاستيطان وإنهاء الاستيطان هو الضمان الأساسي للوصول إلى حل الدولتين اللي ما فيش أمامنا خيار يعني إحنا طيب دكتور في ثلاثين ثانية أعتقد بأنه أيضا لا خيار أمامنا إلا أن نتوحد وأن نصطف كرجل واحد خلف خيادة السيد الرئيس محمود عباس يعني هذا ما نتمنى وما تحدث به السيد الرئيس محمود عباس أنه يقود شعبنا الفلسطيني إلى وحدة الصف ووحدة الشعب سياسيا وجغرافيا وإحنا جهود المصالحة مستمرة لن تنقطع المصالحة بالنسبة لحركة فتح يعني أولا هي مشروع استراتيجي مش مشروع هي خيار استراتيجي كل مشروعنا السياسي اللي احنا بنتحدث عنه لا قيمة له بدون المصالحة احنا مشروعنا السياسي يقوم على دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بما فيها غزة والضف والقدس وبالتالي لا خيار إلا المصالحة وتحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني ونأمل أن تتكلل الجهود الفلسطينية والجهود المصرية التي ترعى هذه المصالحة بالنجاح إن شاء الله كل التحية لفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازين الذي يقود الدبلوماسية الفلسطينية من نصر إلى نصر كلمته اليوم وخطابه اليوم كان يعني قطع كل تشكيك وكل الحجج الإسرائيلية والأمريكية وأوجز القضية الفلسطينية في هذه السطور وفي هذه الدقائق القليلة شكرا فخامة الرئيس شكرا دكتور فائز أبو عيطة نائب أمينسر المجلس الثولي لحركة فتح أن كنت معنا في هذه الحلقة وشكرا لكم مشاهدي الكرام وأشكر مقد ومعد البرنامج ومخرجه وكل الطاقم العامل إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم هذه تحياتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر